نجحت الاجهزة الامنية بمختلف مدريات الامن في استهداف 60 بؤرة اجرامية حيث تمكنت من ضبط كميات من الاسلحة النارية والبيضاء وعدد من قضايا المخدرات المختلفة خلال اسبوع تواصلت فيه حملات الاجهزة الامنية بمختلف مدريات الامن بالتنسك مع قطع الامن المركزي استهدفت خلالها 60 بؤرة اجرامية اثمرت عن ضبط 1330 متهما نجحت الحملات في مجال ضبط الاسلحة النارية غير المرخصة وورش تصنيعها في ضبط 1227 قطعة سلاح ناري منها 116 بندقية آلية و765 فرد محلي واكثر من 2000 طلقة نارية اضافة الى 5 ورش لتصنيع الاسلحة والاتجار فيها الحملات ضبطت 1227 قاضية اتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1344 متهما بحوزة كميات من مخادرات البنغو والحشيش والهيروين والافيون ومخدر الفود والستروكس والاف الاقراص المخدرة كما تم ضبط 17 تشكيلا عصابيا ضم 52 متهما ارتكبوا 103 حوادث سرقات واعادة 15 سيارة مبلغ بسرقتها واكشه مد 60 حادث متنوع مع تنفيذ 467 الفا و159 حكما قضائيا متنوعا وتأمين تنفيذ ازالة 2543 حالة تعدي على اراضي زراعية واملاك دولة وتواصل الاجهزة الامنية توجيه الحملات الامنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون ترجمة نانسي قنقر